أهلا بكم أنا الدكتور حاتم العيشي وأستاذ الأمراض الروماتيزمية بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية دي قناتي قناة الدكتور حاتم العيشي على اليوتيوب بننشر فيديوهات عن الأمراض الروماتيزمية المختلفة عن طرق تشخيصها وطرق علاجها وكل ما يخص الأمراض الروماتيزمية بصفة عامة متكملين مع بعض فيديوهاتنا الخاصة بموضوع التخزية والأمراض الروماتيزمية المناعية ومعنا الدكتور شريف طاها أخي الصائي التغذية وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية دكتور شريف احنا قطعنا شوت في كذا فيديو مع بعض عن المواضيع الكبيرة المهمة اللي تهم مرضى الأمراض الروماتيسمية في التغذية وانهاردة بقى عايزين نجمع اللي احنا عملنا ده كله فنحن نعمل عملية دمج لأنظمة الغذائية والحميات الغذائية الكبيرة المشهورة الكلمنا عليها طبعا حمية البحر المتوسط دي حاجة متعرف علينا من حاجات المفيدة والصحيب صفة عامة اتكلمنا عن الكيتو وعن تقليل الجلوتين النهاردة هنعمل لهم دمج بقى مع بعض في حمية يعني تكون فيها الخلاصة زي ما بيقولوا لمرضى الأمراض المنعية تقول لنا يعني مبدئيا كده هوت نظرية الدمج دي وهي نظرية بتاعتكم وأنا جبت الكلام ده من الأفكار بتاعت أطباء التغذية يعني الدمج ده أنتو بتعملوا عادة هل هو بروتوكول أنتو بتستعملوا في الأمراض المختلفة؟ هو طبعا حسب الحالة لأن الأمر العام اللي لازم نمشي فيه بطريق صحيح في التغذية أن الموضوع بيبقى تيلرد أو تفصيل متفصل على الحالة مش ورقة في الدرج وهن دي بتاعت الروماتولوجي مثلا حسب الحالة وحسب احتياجات الحالة وحسب بتعاني من إيه فإحنا في علاقاتنا اللي فاتت إحنا تكلمنا في كذا موضوع ممكن ندمجهم نعمل بهم سوبر دايت سوبر أنتي انفلاماتوري دايت يعني حمية غذائية مضادة للالتهاب بقوة عشان نكافح الحالة الالتهابية مع العلاج الدوائي طبعا تمام يبقى لو عملنا كمضمون عام حمية خالية من الجلوتين وموديفايد كيتو يعني كيتو معدل يعني معدل اه مش الكيتو الرسمي مش الكيتو اللي هناخد الزبدة والسمنة بالمعلاقة لا مش ده مش ده اللي نقصده مش الكيتو اللي هناكل فيه اللحوم واللنشن كتير لا الكيتو اللي هناكل فيه الأسماك الدهنية الأوميجا ثري تركيبة مختلفة احنا عندنا الكيتو ده تفصيل برضو يبقى عندنا موديفايد كيتو الكيتو المعدل مع حمية خالية من الجلوتين مع اضافة البهارات المضادة للالتهاب تمام لما ندمج كل ده وكمان ما ننساش ان احنا هنمنع اللي اتفقنا عليه من ممنوعات احنا دلوقتي يعني جهزنا يعني كل قوتنا عشان نساعد العلاج الدوائي لتحسين حالة الروماطايد المفصلي بكل ما قوتنا من قول تمام يعني احنا مثلا قلنا واحد كان ماشي على كيتو بس لكن لو هو هندمجه بنظام غزائي تاني معا كده ان حاجة من الحاجات اللي كانت ممنوع من الكيتو ممكن تخش جوه النظام الغزائي يعني هو ما هواش حاجة كيتو يبقى هنمنع ده بس لأ ده كيتو ممكن تحطي فيه حاجة ما كانتش كيتو بسبب ان انا بدمجه في نظام غزائي تاني وكيتو كان جوه حاجة مسموحة هسحبها منه عشان هي مضرة هنا مش مسموحة هنا اه تمام اه يعني واخد بالحاك يعني مش الكيتو الرسمي هو اللي هيستخدم هنا تمام والدمجه هيبقى ما بين حم الترباح المتوسط والكيتو ومنع الجلوتين صحيح الحتة بتاعت الفيجتيرين النباتي النباتي دي وضعه بالنسبة لحضرتك هو النباتيين عموما وجد انهم عندهم حماية من امراض كتير اوكي لان مدخلهم من الاغذية الالتهابية وليل لكن بردو في اعراض جانبية اثار جانبية للحمية النباتية تمام نقص فيتامينات ومعادن وانيميا وزينك وبيو وحديد كلام دي كله فاحنا بردو عشان كده واحنا بنفكر في الميديترينيان او بنفكر في كان اساس البحث على فكرة ان النباتيين ما بيجي لهمش مشاكل في القلب في الضغط في مشاكل روماتيزمية واللي عنده مشاكل روماتيزمية او روماتايد ايثرايتس وماشي على حمية نباتية حالته احسن شوي بس يعاني من حاجات تاني سقوط في الشعر مشكلة في نقص الحديد مشكلة في نقص الزينك فاحنا بردو لازم نعمل مودي فيكيش تعديلات لكن انت ما تزكيش الحمية دي او يعني ما فيها نواقص غذائية كتير تعمل مشاكل صحية معينة اتقاط صلى حاجات انا هيخد منها المناسب لكن لازم ادفلها تمام وبالتالي نظام اللي فيه جن بقى اللي هو بيمنح حتى منتجات الالبان والاسماك وكل حاجة ده هيبقى مشاكله اكبر بكتير خطير خطير بس ناس مش قولة ايه لابتحبوا انا مش كلم على المرضاي بتكلم على صحابي وناس العرافهم صحيح صحيح ومغرمين بيه جدا ويعني علمرا على المادة الطويل هنلاقي اثار جانبية فانا بيقل له حاجمهم طبعا بيدخلوا في سكة الاندرويت يعني النحافة ومش بس نحافة كشكل لأ ده فيه نقص في الفيتامينات والمعدن بيبقى كبير جدا طبعا بقى سابلمنس ونعدل شوية في بداية لنحاول ان احنا نقوي النواقص اللي موجودة اه اوكي تمام انا بالنسبة فيه واحد قريبي هو اسمه علي هو بيقولي انا ماشي فيجيتاري اه اه اقول له خلاص ماشي نروح في حتة ويبقى فيه لحمة ما شوية ايه ايه بروح واكل لحمة اقول له كل مرة انت ما عندكش مبادئ على فكرة شو ماشي على ما بتيجي اللحمة بيغير المبادئ وه ecos explore in الرغم اه انا في كلاما طب دكتور شغير في حليظ تقولي لما بيجيلك عيان في العيادة اه 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 لما انا بيحول لك مريض مثلا عنده الروماتويد اعيه EstateIch الابروتوش اللي هو يعني التعامل زي خطاوات التعامل مع إزاي بحيث ان انت توصل انت هتعمل له نظام غذائي مناسب له يعني ايه الاسئلة المهمة الكبيرة اللي احنا تيفتاج تعرفها عشان تفنط اي من ايه وتبدأ الخطى بتاعتك تخد الخطوات بتاعتك إيه الأسئلة المهمة الكبيرة اللي أنت محتاج تعرفها عشان تفنط إيه من إيه وتبدأ الخطة بتاعتك تاخد الخطوات بتاعتك هو الحقيقة تقييم الحالة بشكل كامل ده مهم جدا يعني برؤى العين أنا عارف هو وزم زايد ولا لأ دي أول حاجة بعد كده في حاجة اسمها الميديكال هستوري طبعا أن نعرف تاريخ المرضي إحنا وصلين لفين في روماتويد دي برضو تهمنا وصلين لفين دي التهاب ولا شدة مرض شدة مرض وشدة حالة التهابية عنده والأتاكس كتير والألم شديد والبين فظيع وكمان التاريخ الغذائي أو التغذاوي بيأكل إيه لازم أعرف هو كان بيأكل إيه لأنه ممكن أن أكله اللي هو بقاله سنين بيتناوله بوفاقم حالة الروماتويد فهعرف بقى إزاي أسحب الأشياء الالتهابية وعمل لها بدائل في ناس تداش تتنازل عن مجموعة من الطعام متحبها فلازم أجد البدائل عشان أقدر أوصله لأفضل حالة صحية مناسبة لحالته من غير ما يعاني بالعكس ده هيستمتع جدا وهو بيعمل للحمية اللي هي فيها دمج ما بين كذا حاجة وبيبقى فيها ساعتها اللي لما تدي له نظام الغذائي بتفاصيله بيبقى فيه الأكلات اللي هو بيحبها اللي ماشي مع الخطوط العريضة بتاعت الحميات اللي احنا ماشي أو بدايلها اللي هيحبها برضو بديل يعني يعني حب المخبوزات بس هنشيل اللي بعجن به هعجن بحاجة تانية بدل دقيقى هنستخدم دقيقى تاني تمام تمام جميل جميل وبعارف حديك يعني انا من الحاجات اللي انا مغرم بيها في شغلي اللي هو ايه حديك عارف طبعا مش متخصص في كل أمراض يا متخصص في أمراض محددة مغرم بان انت تعمل كل ما لها علاقة بالمرض بتاعها صحيح يعني مثلا انت العين هتشوفه هتعمله هتفهم انه الديني ماشي ازاي هتسمعه هتكتب له روشيتة اللي هي الدكتورة بتاعت الكلاسيكية دي عايز تغذية عايز تغذية عايز نفسية طبعا احنا عادات النفسية عندنا المتورة خاص لان المرض المزمن عايز الحكاية دي عايز اقول لك طب ايه انا مغرم بحكاية ان انا بدل ما اتخصص في كل حاجة قعد جمعيتي صغيرة بس انت اقول بس انت نفسك في ايه صحيح العملية دي العملية المتكاملة دي انا مغرم بها جدا يعني يعني فعلا بتفرق كثير خدمة متكاملة اه وانا اتمنى ان حيطة التغذية دي لما نقعد نشتغل فيها ونطورها اكتر يمكن بعض المرضى اللي في مرضى ساعات تبقى الدنيا بتاعته ماشية ثالثة من اول روشيتة او تاني روشيتة في ناس الدنيا تبقى اتعطلت شوية اتمنى انه لما نستعمل كل كروتنا من كل ناحية ده ممكن انه اتمنى كده طبعا يعني متفائل جدا لكده دكتور شريف انا متشاكل بجد يعني اولا انت يعني غيرت مفاهيم عندنا واعتقد استفاد منك مرضى كتير وانا غيرت نظام غزائي بسبب يعني هغير حاجات طبعا اشكرا كتير ارجو ان انتوا تكونوا استفادتوا من فيديوهاتنا مع دكتور شريف اشكركم واشوفكم في الفيديو جاء ان شاء الله